على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها المواطنين تشاء الأقدار أن تمر الجزائر بلدنا الحبيب آته الأيام في محنة مقرأ يحمل هواباء بيريس كورونا المستجد العالمي الآخذ في التفشي في الكثير من بلدان العالم لقد تخذت الدولة الجزائرية منذ إعلان عن ظهور هذا الوباء في القاربة الأسيوية إجراءات استعجالية احترازية للتصدي له بكل فعالية في حال دين إلى بيجانب لأنه لا شيء أغلى عند الإنسان من صحته ولا شيء أعز عند الدولة من صحة المواطن وهنائه وكراماته إن هذا التحرك المبكر ساعد أجنبية قادمة من أوروبا مصابة بهذا الوباء منذ شهر مما جعلنا نعلن ما يشبه حالة تداء من 17 فبري في جميع المؤسسات والوحدات الاستشفائية لتجنب الانتشار كما حدث في بلدان أوروبية أكثر منها تجربة وقدرة على المواجهة كنا نتابع تفشي هذا الوباء أولاً بأول منذ أن كان بعيداً عن حدودنا بألاف كيلومترات مركزين على الوقاية لأنها برأي كل الإخصائيين الجزائريين والخبراء الدوليين بأنها هي العلاج لما ليس هناك في الوقت الحالي أي علاج فعال لهذا الوباء ما عدى الوقاية منه وهذا الموقف يلعب فيه المواطن الدور الأساسي للعلاج تدكونا أننا كنا من السباقين في العالم إلى إجلاء رعيانا من مدينة يوان الصينية وإخضاعهم لدى عودتهم إلى أرض الوطن للحجر الصحي ومنذ ساعات قليلة ترأست اجتماعاً حول تداعيات انتشار هذا الوباء حضره الوزير الأول وعدد من الوزراء وكبار مسؤولي الدولة ومصالح الأمن المعنيين مباشرة بالموضوع وأفضل اجتماع إلى القرآن التالية أولاً غط جميع الحدود البرية مع الدول المجاورة مع إمكانية السماح بانتقال الأشخاص في الحالات الاستثنائية بعد الاتفاق مع حكومة البلدان المعنية ثانياً التعليق الفوري لكل الرحلات الجوية القادمة ومنطلقة من الجزائر ما عدا طائرات نقل البضائع التي لا تحمل أي مسافر معها الغلق الفوري أمام الملاحة البحرية والنقل البحري باستثناء البواخر ناقلة للقضائع والسلاة التعليق الفوري لجميع وسائل النقل العمومي للولايات وعبر الوطن ومحطات نقل مسافرين خامساً منع التجمع الموسيرة كنشف تحت أي عنوان كانت في مكان يشتبه فيه بأنه بؤرة للوباء منع تصدير أي منتوج استراتيجي سوى كان طبياً أو غدائياً إلى أن تفرج الأزمة وذلك حفاظاً على المخزون الاستراتيجي الوطني سابعاً تعليق صلاة الجمعة والجماعة في المساجد وغرق المساجد بالمساجد استجابة لطلب لجنة الإفتاء بعد مصادقة كطار شيوخنا وعلماء الأمة الجزائية محاربة وفتح المضاربين عديم الضمائر الذين لا يستحون من استغلال فزع المواطن لإخفاء المواد أساسية قصد إحداث الندرة ورفع أسعارها تاسعاً البحث كشف عن هوية ناشر الأخبار الكادبة المضللة الذين يمتهنون التسويد بنفوسهم المريضة بهدف زرع البلباء والإبقاء على المواطن دائماً في حالة قلق وراء الزيادة في قدرة المستشفيات على تعويل عدد الأسرة إلى أسرة إنعاش عند الضرورة وضع خطة طويلة أمد الاحتياط من الآن للمستقبل حتى لا يعود هذا النوع من الوباء للظهر ناشر مزيد من التحسيس والتوعية في وسائل الأعلام يشارك فيها كبار المتخصصين وعلماء الدين إن هذه القرارات تضاف إلى ما جندته الدولة بكل طاقتها من الوسائل المادية والبشرية من تفشي هذا الوباء الذي لم يسبق أن ابتلت به البشرية وكان مجلس الوزراء الأخير قد خصص اعتمادات مالية إضافية لشهد أجهزة الوقاية والكشف والعلاج ومواد صيدرية وأدوية ووسائل الوقاية فضلاً عن تشديد إجراءات الرقابة بشكل تصعدي في المطارات والموالي والحدود البرية وصولاً إلى التعليق الموقف للرحلات الجوية والنقل البحري مع الخارج وغلط المدارس والجامل والمطار ودور الحضانات وتجميد النقل والقاطة والمفتوحة وأماكن تسلي وقاعات الحفلات وسائل أماكن للقاطة والسواق الأسبوعية وغيرها وإني أؤكد لكم بأن الدولة قوية واعية لحساسية الدر مصرية لقلق المواطنين والمواطنات منشغلة بهمومهم بل إنها وبقدر ما هي حريصة على احترام الحريات والحقوق بقدر ما هي مسؤولة عن حماية المواطنين والمواطنين والمواطنين بما فيها توفير حماية صحية والرعاية الطفية للمواطنين والمواطنين واعتبار الوباء المتفشى مسألة أمن وطني وأمن صحي أهم الجميع حتى لو أدى الأمر إلى تقييد بعض الحريات مؤقتاً فحياة المواطن والمواطنة فوق كل اعتبار وقبل كل شيء أيتها المواطنات أيها المواطنون لقد وعدتكم بالصراحة وقول الحقيقة وأنا أصالحاً فأحمد الله الذي جعل المخلصين من إطارات الدولة بسبة عامة والواعين من أبناء شعبنا العديد يوفقون في الإبقاء على انتشار الوباء حتى الآن ضمن المستوى الثاني بمقاييز منظمة الصحة العالمية وحتى لا قدر الله تضاعف هذا العدد إلى المستوى الثالث فقد أخذنا جميع الاحتياطات إذ لدينا قدرات جاهزة لم تستغل بعض سواء على مستوى الجيش الوطني الشعبي أو الأمن الوطني وحتى الفضاءات الاقتصادية كالمعاري وغيرها يمكن تجهيزها للحجر الصحي على عجل بالإضافة إلى المباني والمشاهات العمومية وحاليا في المخزون لدينا 15 مليون وخمسمائة ألف من كل أنواع الأقنعة ويجري اقتناع 50 مليون إضافة لدينا 6 ألاف أداة كيميوية للفحص تست و 15 ألف بصدق الاختناع أكثر من ألفين وخمسمائة بصدق ويمكن رفع العدد عند الاختضاء إلى 6 ألاف سليل وتوفير 5 ألاف أجهزة ألاف أسطناعية مع ذلك إن الدولة مهما فعلت ومهما جندت من الوسائل والطاقة فلن تستطيع وحدها القضاء هذا الوباء العالمي في بلادنا ما لم يقوم المواطن بواجبه في الحفاظ على نفسه والالتزام السارق بشروط النظافة وبإجراء بقائد التي أخذتها وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بمعية اللجنة الوطنية التي رأسها الوزير الأول والتي تضم كل الوزارات والدوائر ذات السلة بالموضوع ستظل جهود الدولة محدودة ما لم يبدي المواطنون والمواطنات المزيد بين التضامن والاندباط والتفهم وخاصة للتبليغ عن حالات الإصابة حتى لا يتسبب عدم التبليغ في إذا الأقارب أو أعبر السبيل في الشارع صحيح إن الوباء مصدر قلق لنا جميعا لأنه يؤثر مواقعا على طريقتنا في الحياة وعلى علاقاتنا الاجتماعية وعلى حركة تنقلاتنا ويؤثر خاصة على الأمهات العاملات من غلق دور الحضانة وغير الأطفال ومع ذلك أود أن أتمنكم بأنه لا داعي للمبالغة في الفزع والخوف لأن الوضع الراهن تحت السيطرة أقول تحت السيطرة وقردت الدولة في حالة يحدث قصوى واستنفار عال لمواجهة أي طار لا داعي إلى المسارعة للمواجهة ولا داعي لتساعد أخبار المضللة والشائعات المهرضة وقد أمرت في هذا الموضوع بملاحقة للمتضاربين والتحري والكشف عن مروجي الشائعات الباطلة والكاذبة وتقديمهم للعدل ويطيبني هنا أن أجدد تقديري وشكري لمستخدمي قطاع الصحة بمختلف روتابين ومواقعهم ورجال الأمن ورجال الحماية المدنية وكل المتطوعين أفراداً جمعيات مدنية للمساعدة على مكافحة الوباء والحد من انتشاره ورعاية المصابين حتى يتعافون ويعودون سالمين إلى ذويه كما أقدم تعازي الحر إلى عائلات الضحايا الذين اختارهم الله إلى جواره متضرعاً إلى العلي القديم أن يسكنهم فسيح جنانه وتمنى الشفاء العجل للمصابين الذين غادر نصفهم المستشفيات معافين أيها الأخوات أيها الإخوة إن شعبنا العظيم هو شعب التحديات شعب لا يبقى بأي شيء للوطن وسنخرج بتضامننا وانضباطنا بحول الله منتصرين في هذه المحنة كما انتصرنا في السابق في الجهاد الأسعب اللهم اللهم اصرف عنا الوباء وكفينا شب الداء والله خير الحافظين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته عاشت في الجزائر حرة أبية المجد والخلول في شهده اللهم اشتركوا في القناة خبرنا خبرنا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة